الإضاءة الخفتة والمزيكة وإنت أعمل إيه لو توحشيني انسى وأعرف واحدة تانية بس أنا شايلك في عيني حظنا نبعد دي دنيا، إنت قصدك تقتليني إنت ميت كل سنة المحطات البعيدة، شنطة الصفر اللي فيها ريحة الناس والشوارع جلدك اللي مسام وشايلة نقطة من عرق اللي راجع الحياة رخمة وكئيبة بس حلوة وليها معنا إحنا باب ندخل فنقرج والجميع شد ورزعنا إحنا بالفعل تخدعنا كنت واقف بالشوارع ليل ووحدة كان صحابي كلهم راحوا لبيوتهم كنت واحدي أو معاها أو معاها وكنت واحدي كلمتني عن أمر ساكن سماها وأما مسكت إيدي فجأة تابع الأمر المفاجهة خلى نور الفجر يتأخر شوية ثم غابت ثم رجعت ثم دابت بين إيديا واكتشفت بإني وحدة أو معاها أو معاها وكنت واحدي الطبيب الطبيب النفسي ممكن ينصحك ويهز فيك بس مش ممكن يقرر اللي غابوا يعودوا ليك واكتقابك رد بابك سبت كل الناس وغبت اللي سابك اسمه سابك انت عمرك يوم ما سبت قهوة تاني وانسحابك للصور علشان تعاني ناس كتير من الصورة مشوا وانت مجني عليه وجاني تكتشف إنك كإنك كنت منك تغطي فيك ثم تفهم إن بكرة باب بكرة هيجي بيك وإن خوفك لو يشوفك عمره ما هيزها إيجيك طب وابويا يرحمه ربك يا خويا شال كتير وارتاح فاسيبه طب وهي هي باعد واللي باع ياخد نصيده كان ساعدها قلبي واقف والزمن ثابت مكانه فيه في بكرة شيء كويس يستحق نعيش عشاره طفل ممكن شبه جداً أو زيارة عقلية أو مطر هيبل روح يمسح العفرة اللي فيها أو ثلاثة صحاب في مصيف يحرقوا صباع الصغير أو يرهنون بغيابهم وما بكسب ما يغبوش فيه في بكرة شيء حقيقي مستحيل بالخوف يبوش بالقياس فيه في حياتنا يا مناس موتونا بحب زايف حب أخره يكون كلام فوق الشفايف كتفونا بأنهم مسكين إيدينا يعشقونا في سجننا المقفول علينا وما تعطى الحاجة فينا يسحبونا على الضمان كلنا أصلاً يا صاحبي كام فراشاً